السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان وعاطف وصفة اليوم ان شاء الله هتكون وصفة لذيذة وصحية كالعادة تنفع لصحور صحي او فطور صحي في رمضان ان شاء الله الناس اللي عايزة تاكل اكل صحي او بتعمل ضايت تقدر تكون منها وان شاء الله هتساعدها في التخصيص معي كمان هنا كوبية من الشوفان ان شاء الله تكون مكانات متوفرة عندكم وتقوموا تنفزوها اللي شوفان ده مطحون نصف طحنة هضيفه عليكم من زبادي 110 جرام ومعي كمان 3 بيضات يستحسن تكون المكونات كلها بدرجة حرارة الجرفة معي طبق من البصل الاخضر متقطع بالشكل ده ومعي 50 جرام من الجبنة ممكن جبنة حلوم او جبنة شيدر فلفل اسود رشة بسيطة من الفلفل الاسود لو الجبنة فيها ملح مش ضروري نزيف ملح على الخليط ده ممكن نزيف شرايح من الزاتون المخلل هتكون رائعة مع الوصفة دي معي معلقة كبيرة من البيكينج بودر تدرد جيفه فلفل اخضر كمان حلقات هنا بقى حطيت مية تغلي على النار وفيها ملح وفلفل اسود وهسوي فيها ربع كيلو من صدور الدجاج يعني مجرد ان هي تغلي اه خمس دقايق على النار وبنشلها بالشكل ده ربع كيلو او اه تلتمية وخمسين جرون من صدور الفراخ المسلوقة وهبتزي ان انا اقطعهم لقطع صغيرة على الخليط اللي في الطبق ده اللي هو الشوفان بقى مع البيض والزبازي والبصل الاخضر دايما قلتلكم كمان لو ضفتوا شرايح من الزاتون المخلل مع شرايح من الفلفل الرومي او الفلفل الالوان الطعم كمان بيكون رهيب انا بعملها يعني بس المرة دي ما كانش عندي للاسف زاتون شرايح ولا فلفل بس هما بيحلوها قوي يعني تقدروا تضيفهم ممكن كمان تضيفوا شبت للوصفة دي اللي ما بيحبش الزاتون والفلفل مش ضروري هي حلوة كده كمان برضو طبعا تقدروا تضيفوا بدل الدجاج مشروم ده برضو بروتين انا ضفت هنا كمان ممكن تضيفوا او لأ زي ما تحبوا بس و بيحليها جدا آآ هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض بالشكل ده وهجيب آآ صانية مقاس عشرة في عشرين لانه دايما تسألوني عن آآ مقاس الصانية اللي هساوي فيها وهدينها آآ بمعلقة من الزيت زيت الزيتون و هبتدي انا ازل فيها الخليط بتاعي بالشكل ده شايفين قد ايه الوصفة سهلة وبسيطة جدا كلها فوائد كلها بروتين تاخدوا قطعة منها على الفطور هتشبهها جدا و هي فيها كل حاجة فيها الخضار و البروتين و النشويات المصدر ايزابيدي المصدر للكالسيوم و البيض و البروتين في البيض برضو و طبعا الشوفان غني عن التعريف انا حطتها في الفرن لمدة نصف ساعة و شغلت عليها شوية و طلعت بالشكل الخطير اللذيذ ده ان شاء الله لو ما تجربوها تعجبكو قلولي دايما رأيكم في التعليقات و ما تنسوش تعملوا لايك و لو لسه ما اشتركش في القناة يريد تشترك ويفعل اول جرس عشان توصلوا كل اشعاراتي و اشوفكو على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر